وده في الواقع يخليني عاوز اتكلم عن فكرة الربح من الاعلانات على الانترنت بشكل عام بعيد عن القناة بتاعتنا واختياراتنا احنا شخصية كثير من الناس بيعتبر ان فكرة التربح من خلال الاعلانات ده كان قدم خدمة عظيمة جدا للانترنت وانه سبب رئيسي في انتشار المحتوى الكبير المفيد على الانترنت لانه خلى ناس كتير تتشجع وتعمل المحتوى ده لانه اصبح عندها فرصة للتربح من خلال المحتوى اللي هي بتقدمه بعضهم بيدعي ان بدون نظام الربح من الاعلانات ما كناش هنشوف المحتوى النافع المفيد اللي موجود على الانترنت وانه شاف ان ده كلام فارغ ده غير صحيح بالمرة يعني اذا كانت دي الميزة الوحيدة اللي موجودة في نظام الربح من الاعلانات فهي ميزة مشكوك فيها بشدة وهوضح حالا ليه في مقابل هناك الكثير جدا من السلبيات الوضاحة اللي لا يمكن انكرها طيب خلينا نبدأ بالكلام عن الميزة المشكوك فيها وهي فكرة ان بدون نظام الربح من الاعلانات الحقيقة هو ان بدون نموذج ربح من الاعلانات كنت ربما تفقد جزء من المحتوى الرأى على الانترنت لكنك بالتأكيد كنت هتتخلص من معظم المحتوى التافه المفسد على الانترنت في الواقع نموذج ربح من الاعلانات عطل نمازج تانية كانت هتظهر مكانه لدعم المحتوى المفيد من بداية الانترنت وكان فيه دايما الناس اللي بتشتغل على البرامج مفتوحة المصدر برامج كاملة بل انظمة تشغيل كاملة بيتم العمل عليها بشكل مجاني وبتتاح للجميع مجانا اي حد يقدر يستخدمها ويستفيد منها بدون ما يدفع الناس اللي بتشتغل على الحاجات دي كان بيجي لهم دعم من فئة معينة فئة قادرة على تقديم الدعم طبعا ما كانش لسه وقتها في بيترون وما شابه بس كان فيه بيبال وكان فيه ناس قادرة ان هي توجه دعم مادي مباشر للناس القائمين على البرامج المصادر المفتوحة فالنموذج ده كان بطبيعة الحال هتطور لدعم اي محتوى مفيد فكرة التكافل ان يعني فئة صغيرة قادرة على الدعم تقدم الدعم المطلوب بحيث المنفعة تصل لكل الناس النموذج ده كان موجود قبل نظام الربح من الاعلانات وكان طبيعي انه يتطور وكان طبيعي اننا نشوف حاجات زي بيترون تظهر وتكبر قبل ما عاد ظهورها الفعلي بسنوات طويلة لكن اللي عطل ده هو نموذج الربح من الاعلانات نموذج الربح من الاعلانات خلى اي حد بيقدم اي شيء قادر على التكسب وطبعا فكرة الدعم المباشر من فئة معينة قادرة على الدعم دائما وابدا كانت هتنجح مع المحتوى المفيد وليس مع المحتوى التافه فكر انت بنفسك لو افترضنا ان يوتيوب ما كانش في نموذج الربح من الاعلانات وكان قائم فقط على الدعم ان المتابعين او بعض المتابعين القادرين على الدعم يقدموا الدعم لاصحاب القنوات هل كنت هتجد الكثير من الناس يقدموا دعم مادة مباشر لاصحاب القنوات التافهة اصحاب القنوات الترفيهية لا انت ممكن تتفرج عليه وتضحك وتشبع فضولك وايا كان اللي بتعمله لما بتتفرج على القنوات دي لكن ما كنتش هتقدم لهم دعم مادي لان انت ما بتحترمهمش اصلا فالله هيحصل ان ما كانش فيه حد هيتشجع ان هو يعمل النوع ده من القنوات انه يقدم النوع ده من المحتوى لانه مش هيقلع عدد كبير يدعمه في حين ان نموذج الربح من الاعلانات بيعمل العكس تماما لذلك خلينا نتكلم بقى عن السلبيات الكثيرة لنموذج الربح من الاعلانات ده طبعا واحدة من السلبيات المشهورة اللي مش هتكلم عنها كتير هي فكرة التشتت والازعاج يعني لدرجة ان بعض التطبيقات مثلا اللي بتظهر اعلانات بتطلب منك انك ممكن لو دفعت مبلغ نحذف الاعلانات من التطبيق في الواقع يوتيوب نفسه عنده خدمة اسمها يوتيوب بريميوم لو اشتركت فيها مش هتشوف اعلانات فده هم اعتراف منهم هم شخصيا ان موضوع الاعلانات ده موضوع مزعج ومشتت لكن يعني دي سلبية مش كبيرة مقرنة بباقي السلبيات اللي هتكلم عنها حالا اكبر السلبيات زي ما قلت هو نشر التفاهة والتضليل ليه؟ لان بساطة نموذج الربح من الاعلانات مرتبط بعدد المشاهدات بمعنى مقدار ربحك بيزيد مع عدد المشاهدات مالوش اي علاقة بجودة ما تقدم او قيمة ما تقدم مش مرتبط تماما بالجودة او القيمة هو مرتبط فقط بعدد المشاهدات وطبيع جدا ان المحتويات الترفيهية يكون عدد المشاهدات فيها اكتر من المحتويات العلمية المتخصصة لو انت واحد هتعمل قناة في كرة القدم فالمهنس بيتفرج على الكورة والطبيب بيتفرج على الكورة والتاجر والمزارع والطالب كل الناس بتتفرج على الكورة وبالتالي لو قدمت محتوى في الكورة فانت هتضمن جمهور اكبر وبالتالي مشاهدات اكتر وبالتالي ربحة اكبر كذلك الكلام في الغناء والأخبار المشاهير والفضائح وما إلى ذلك يعني فأنت كده بتشجع الناس بنموذج ربح من الإعلانات أن هي تعمل محتوى في الاتجاه ده لأن ده اللي فرصة الربح فيه أكبر بينما أنت لو عملت قناة طبية متخصصة أو يعني بتعلم زكاء الاصطناعي أو ما إلى ذلك جمهورك هيبقى صغير بطبيعة الحال اللي مهتمين بحاجة زي كده جمهور قليل مشاهداتك هتكون أقل بطبيعة الحال وبالتالي ربحك هيكون أقل بكثير وبالتالي مش هتتشجع أنك تعمل حاجة زي كده فاكرين الفيديو اللي عملته عن 150 قناة صغيرة مفيدة وقتها أنا طلبت من الناس أنهما لو يعرفوا أي قنوات صغيرة بتقدم محتوى نافع يبعتوا هالنا وإحنا هنفلتر القنوات دي ونختار أفضلها وننشرها يعني نعمل فيديو مخصوص عنها بحيث نعرف الناس بالقنوات اللي بتقدم المحتوى المفيد فوقتها جلنا أكتر من 6000 قناة تقريبا على ما أذكر يعني وتم فلترتها لمية وخمسين قناة تقريبا دول كانوا الأفضل بشكل كبير ملحوظة غريبة جدا خدت بالي منها طبعا إحنا على يعني من وقت ما الناس بدأت ترسل القنوات دي لغاية ما حنا عملنا الفيديو كانت مرت فترة طويلة لأن أنا يعني تركت الناس ترسل لفترة قبل ما ابتدي أفلتر أصلا وعملية الفلترة نفسها خدت وقت فكان فيه ملحوظة غريبة حصلت أكتر من مرة وهي أني لما باجي أبص على بعض القنوات عشان أقيمها ألاقي أن هي كانت بدأت كقناة بتقدم محتوى مفيد بعدها اتحولت لمحتوى تافه واضح جدا أن صاحبها بدأ بمحتوى مفيد لكنه يعني ما وجدش مرضود وشك أن ده ممكن يعني يوفر له أي ربح من المشاهدات والإعلانات لأن المشاهدات قليلة فكرر أنه يمشي مع الطيار ويتكلم في التفاهة زي كل الناس ده أثر من أثار نموذج الربح من الإعلانات طالما بتعتمد على مشاهدات كتيرة فالناس هتروح للمحتوى اللي بيعمل مشاهدات كتيرة مهما كان فاسد أو تافه في الواقع بالإضافة للتفاهة أنت كمان دلوقتي عندك مشكلة التضليم الفكرة هو أن على يوتيوب مثلا أنت الشخص بيتكسب من الإعلانات بمجرد ما أنت تدخل على الفيديو أنت بتشوف الإعلان قبل ما تشوف الفيديو فبالتالي هو بيكون بالفعل تكسب منك قبل ما تبدأ أنت تشوف الفيديو وتقيمه فطالما شفت الإعلان هو كده تكسب حتى لو عملت ديسلايك حتى لو عملت كومنت وشتمته مش هتفرق أنه هو خلاص طالما أنت شفت الإعلان فهو تكسب فده بيخلي كثير منهم يلجأ للتضليل في كتابة العناوين والسامبنيلز وما إلى ذلك لحيث يثير فضولك أو يلعب على نقاط ضعفك بحيث تضغط على الفيديو وتبدأ في مشاهدة الإعلان وبعد كده مش فارق معه أنت تعمليه في ناس بتعمل الفيديوهات وهم عارفين أنه هم هيواجهوا نقض قاسي وهيتشتموا من الآخر يعني في التعليقات لكن مفيش مشكلة هم عارفين أنه ده هيجذب ناس أكتر والهدف هو الربح فخلاص مش مشكلة بالعكس بالنسبة للبقى يعني الشتيمة على التعليقات دي تفاعل وممكن يوتيوب يقيمه على أنه تفاعل والناس بتحب الفيديو ده فبتتفاعل معاه أكتر رغم أن التعليقات كلها نقض سلبي وعشان كده بقى هتشوف فيديوهات الفضائح أو الصنبنيلز الغريبة أو العنوين العجيبة اللي بيتم صياغتها بشكل بصراحة يعني غريب جدا بل المؤسف المؤسف جدا أن حتى يعني مواقع الأخبار العالمية بدأت تلجأ لنفس الأسلوب بدأت تصيغ العنوين بشكل مستفز بشكل يجبرك على أنك تضغط على العنوان عشان تدخل على صفحة الخبر ويتعرض لك الإعلانات اللي جوه بيخفي عليك المعلومة بشكل ما عشان يعني ما تكتفيش بقراءة العنوان وحتى صياغة الخبر في الصفحة دامت ليه عمال يأجل المعلومة اللي انت داخل الخبر عشان تعرفها عشان تفضل في الصفحة فترة أطول فالإعلانات اللي موجودة في الصفحة تظهر لفترة أطول وبالتالي الربح منها يكون أكبر في الواقع معظم المواقع الإخبارية العالمية حتى والمحلية أصبحت كانها يعني صحف صفراء اللي هي الجراءة دي الصفراء تحسين هي فعلا يعني بتفكرنا بزمان زي الصحف اللي كانت تحت السلم أسلوب حقير في صياغة الأخبار والمعلومات والسبب في ذلك هو أن دي واسلتهم الوحيدة للتكسب حاليا من خلال الإنترنت الإعلانات فلو الناس هتكتفي بقراءة عنوين الأخبار أو تقدر تستنتج المعلومة المهمة من عنوين الأخبار فخلاص مش هيدغطوا مش هيدخلوا على الإعلان فمش هيكسبوا فتخيل كم التفاهة والتضليل اللي كلها وجدت بسبب نموذج الربح من الإعلانات من السلبيات الكبيرة الأخرى هو انتهاك الخصوصية إحنا حاليا عندنا شركتين من أكبر الشركات التقنية في العالم مصدر دخلهم الرئيسي هو الإعلانات أنا بتكلم على جوجل وفيسبوك الشركتين دول يعني شركات ضخمة جدا مسيطرة على قطع كبير جدا للإنترنت والاتنين بيعتمدوا بشكل أساسي على الإعلانات كمصدر للربح والدخل للشركات دي ودي مأساة واحدة من نتائج ده هو ببساطة إن هما بقوا يرقبوا المستخدمين فكل صفحة بيدخل عليها فكل تطبيق بيستخدموه ليه؟ عشان يحاول يستنتج اهتماماتك عشان يحاول يعني إيه يقدم لك إعلانات موجهة تبقى فرصة إنك تهتم بيها أو تضغط عليها أكبر فبالتالي يزيد الربح أكتر والنتيجة إن هما بيجمعوا معلومات كتيرة جدا سمحوا لنفسهم إن هما يجمعوا معلومات أكبر بكتير من اللي هما محتاجينها بشكل فيه انتهاك خصوصية كبير جدا لدرجة إن المواقع دي ممكن تبقى بتعرف عنك أكتر من أنت بتعرف عن نفسك أحيانا طبعا للأسف الشديد لما تقول حاجة زي انتهاك الخصوصية اللي معظم المستخدمين حاليا تحس إن بعضهم مش مهتم يعني إيه المشكلة يعني هيعرف عني إيه يعني هيعمل إيه يعني وده سوق تقدير للأمور وده يقودنا لوحدة من أكبر السلبيات لنموذج الربح من الإعلانات عند الناس وهي تحقير قيمة المعرفة الشخص اللي ما بيقدرش خصوصيته هو برضو ما بيقدرش حاجات تانية كتير معظم الناس دلوقتي بقى يتوقع إن أي شيء على الإنترنت لازم يبقى مجاني أي محتوى علمي على الإنترنت مهما كان الموضوع متعب جدا في إعداده مهما كان مكلف جدا في إعداده هو بالنسبة له ما تقدمه مجاني ويكسب من الإعلانات ليه تدفعني فلوس مقابل المحتوى ده حتى لو كان المحتوى ده هو هيستفيد منه ماديا يعني تخيل إن أنت بتقدم محتوى علمي مثلا في البرمجة الشخص ده أنت بتقدم له دروس لتعليم البرمجة هو هيستخدم الدروس دي في إن هو بعد كده يتخذ مصار مهني معين يتكسب منه فلو جي صاحب القناة بتاعة يوتيوب ده مثلا حاب يعمل كورس مدفوع في البرمجة تعيز علي وقولك ليه 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 بتقدمه محتوى مدفوع مثل شروع القناة يوتيوب وشغل الإعلانات على أساس إن ده يعني عائد يستحق الفكرة إن حتى الشخص صاحب كورس البرمجة ده مثلا مهما قلل من سعر الكورس هو في النهاية بيظل سعره مبالغ فيه بالنسبة للأشخاص اللي تعودت إن كل شيء يبقى مجاني وتجد إن الناس اللي بتحاول تتكسب بشكل شرعي شكل نظيف خالي من إزعاج ويعني حقارة بعض الإعلانات هو اللي بيتهاجم وهو اللي بينتقد وأصبح فيه توقع عام إن كل شيء يبقى مجاني مهما كان قيمة المعرفة دي وأثارها في حياتك غريب جدا إن البعض ممكن يصرف مثلا 200 جنيه مثلا أو ما يوازي مثلا 10 دولار في شيء تافه في حياته اليومية ممكن في وجبة في خروجة مع أصحابه لمدة ساعة ساعتين يعني يصرف المتين جنيه دي في حين إنه هو يبخل بيها على كورس أو على برنامج هيستفيد منه سنين طويلة في حياته فالفكرة مش إن الشخص ده فقير مش قادر يدفع الفكرة هو إن تعود إن الطبيعة المعرفة إنها تبقى مجانية مهما كانت معرفة قيمة مهما كان أثارها الكبير على حياته هو اعتاد إنه ما يدفعش مقابل العلم خلاص حتى لو كان بيدفع مقابل أشياء تافهة تانية كتير للأسف ده من توابع نموذج الربح من الإعلانات لكن عموما ما فيش جدوى من البكاء على اللبن المسكوب يعني هو ده الواقع السيئي اللي احنا فيه أنا بس أتمنى إن البعض يحاول يصحح وجهة نظره عن الموضوع يبتدي يقلل من مطلبته لأصحاب المحتوى النافع المفيد إن هم يقدموا كل شيء بشكل مجاني على الأقل على الأقل اللي نبتدي نشجع نمازج بديلة يكون فيها نوع من النوع التكافل اللي هو القادرين على الدعم إن هم يقدموه من أجل إن المنفعة تعم على كل الناس لكن فكرة استسهال موضوع الإعلانات ده بصراحة يعني شيء في منتهى الإزعاج المهم هو ده الواقع هي ده أكبر سلبيات نموذج الربح من الإعلانات إن هو سبب الرئيسي في انتشار المحتويات التفع على الإنترنت سبب في انتشار التضليل في عنوين الأخبار وعنوين الفيديوهات والصحف وما إلى ذلك واللعب على فضول الناس ونقاط ضعفهم سبب في انتهاك الخصوصية والأسق من كل ده سبب في تحقير قيمة المعرفة خل الناس تستكتر القليل من المال على شيء نافع ينفعهم في حياتهم بسبب توقعهم إن كل شيء ممكن يبقى مجاني لو عرضت عليه شوية إعلانات اشتركوا في القناة